بعد ثلاثة أيام من الحوار لوزراء خارجية دول نهر النيل الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية بادت إرهاصات الحل المبدئي والنهائي تعلو في الأفق من خلال التصريحات التي أدل بها الوزراء في ختام جولة هذا الحوار فجاء في تصريح وزير الخارجية السوداني علي كرشي حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وغير بعيد عن هذا التصريح صرح الوزير المصري سامح شكري هذه المبادئ تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المصاري السياسي والفني ومن جانبه الوزير الإثيوبي تادروس إيدنهام فقال أعرب عن رضا إثيوبيا من النتائذ التي حققناها في الأيام الثلاث تعود أزمة نهر النيل بالأساس إلى تقاسم مياه هذا النهر بين مصر ودول الحوض وقد طالبت هذه الدول مرة كثيرة نظيرتها المصرية بعادة النظر في اتفاقية 1929 إبان الاستعمار البريطاني للمنطقة وكذلك اتفاقية 59 من نفس القرن بين الجارتين مصر والسودان لتنظيم الاستفادة من مياه النهر وترى هذه الدول مطالبة بالتعديل أنها غير ملزمة بموجب هذه الاتفاقية لأن مجريات الاتفاقية وقعت تحت الظروف الاستعمارية وللرجوع إلى مضمون اتفاقية 29 من القرن الماضي التي جاء فيها إن لمصر حق النقد على أي مشاريع مائية من شأنها المساس بمنسوب المياه التي تصل إليها وتبعت هذه الاتفاقية بواحدة أخرى عام 59 من نفس القرن بين مصر والجار السودان تقضي بي لمصر حق استغلال 35 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب إلى السودان لتكون بذلك حصة هذا البلد 18 مليار متر مكعب من مياه النيل وسبقت هذه الجولة من الحوار جولات كثيرة لم تأتي أكلها فهل سيكون للتحول السياسي والوضع الاقتصادي لمصر اليوم دور بارز للخروج من هذه الأزمة؟